سارة أبي كانعان بتكشف موعد عرض مسلسل الثمن من نهاية الموسم الرمضاني الناس كلها عايزة تسأل عن معايد عرض مسلسل الثمن اللي اتأجل عرضه بعد الحلقة 50 كشفت الفنانة اللبنانية سارة أبي كانعان عن موعد عرض الموسم الثاني من العمل في منشور شركته عبر حسبها في انستجرام وقالت ان العمل هيبدأ عرضه بتاريخ 30 إبريل الجاري عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد وكتبت سارة اللي بتجسد شخصيتي تيما في العمل خلونا نرجع على الأخبار الحلوة الثمن راجع بتلاتين الشهر تفاعل المتابعين على منشور سارة بين متحمس لمشاهدة العمل ومنتقد إذ كتبت إحداهن أيوا بقى هو ده الكلام يا تيما نطرينكم انت وصارة وميسيو زين وميسيو كارم والبقية اشتقنا كتير وعلى عد أخرى منتقدة أنا أحب تمثيلك وانت ممثلة راقية بس أكو موضوع بأن المسلسل صار طويل وملل وبالغضب تحاولون تقلدون أفكار الدراما التركية الفكرة من القصة تخلص بتلاتين حلقة ليش هذا المط بالأحداث الجمهور كان متخوف من توقف عرض المسلسل النهائية خاصة بعد عرضه للانتقادات بعد عرض الحلقات العشرة الأولى بسبب رتابة الأحداث وفقدان المسلسل بريكو خشوا إنهم يلقى المصير نفس المسلسل النحات للفنان باس الخياط اللي كان من المفترض أن يستكمل تصوير الجزء الثاني منه لكن نتيجة فشله جماهريا اتوقف العمل وما تمش عرض المسلسل الثاني أو العمل عليه بالأساس يشور إن المسلسل الأول من المسلسل الثامن انتهى بأحداث صادمة وتطورات كتيرة من بينهم اتهام زين بس الخياط بجانيمة قتل معتصب وانفصل صارة رزان جمال عنه وإصابة كرم نيكولا معاوض بمرض سرطان البنكرياس المسلسل بيدور حول أرمالة شابة هي صارة كانت محتاجة فلوس علشان عملية ابنها ولجأت لي ميسيو زين علشان تأخذ منه فلوس لكن للأسف طلب منها طلب إن هو يقضي للا معها لكنها رفضت لكن رجعت تاني وفقت علشان تنقذ ابنها لكن بتنشأ قصة حب جبيرة جدا بين صارة وبين زين ومنشوفها في أحداث مسلسل الثمن في إطار تشويقي درامي رومانسي خاصة مع كثرة المشاكل اللي بتحيل بصارة وزين من ضمن المشاكل إن أمه مش عايزاهم أبدا يكملوا مع بعض ولا عايزة ابنها يتجوز صارة الأحداث كتير مشوقة جدا ومستنيين عرض حلقات المسلسل إن شاء الله يوم 30 من إبريل انتم متحمسين المسلسل ولا لا؟ أشوفكم على خير باي باي